كثير التبشير بالأوين الأخيرة المسيحي والإسلامي عبر السوشيال ميديا ومنها ما هو مفيد ومنها ما يصدر عن شباب مراهقين غير مثقفين لهوتيا وبينشروا بوستات أو بيفتحوا لايفات وبينقشوا مواضيع دينية من مختلف الأديان بدون أي مصدقية وأحيانا بعصبية وغضب مين المخول بالتبشير؟ أولا وأخيرا هو المثقف والدارس لهوت ويعيش بسلوكه التعليم المسيحية مثل الأب بشارة سخن اللي بتشرف باستضافته اليوم لنحكي عن مخاطر التبشير من خلال السوشيال ميديا المفتوح للجميع أهلا وسهلا فيك أبونا يعني هيدا عنجاد موضوع خطير أنا بالنسبة لأيلي لأنه اللي شفته وسمعته على السوشيال ميديا عنجاد شي معيب وفي كلمات نابية عم بيصدر عنه عم تشوف صورة صفحتك على السوشيال ميديا وأنا انتبهت أنه حضرتك بتنشر على تويتر أكتر اللي هلأ صارت من نصة X قوستيت صغيرة خفيفة نعمة وتضرب بالصميم خبرنا هو شي دايما كلمة الله بده تكون عم بترافق كل إنسان بحياته مثل بيقول الإنجيل علينا أنه بشر في حينه وفي غير حينه كيف بالأحرى أنه اليوم نحنا بمجتمع على الأد جائع إلى كلمة الله جائع إلى أنه نرجع نكون عم نعطي المثل يلي بيطلبه الرب مننا نعم ونكون عم نوصل الحقيقة مثل ما هي يلي طلب الرب يسوع من هكي الدعوة الأساسية للكنيسة هي أن تنشر البشارة وتنقل البشارة لكل الناس والأسان عنا وسيلة بين إيدينا يعني صحيح وسيلة بتوصل لكل العالم صحيح ودايماً لكنيسة إذا بنتطلع فيها عبر الزمن كانت بكل بكل زمن موجودة فيه كانت عم بتواكب زمانها كيف بالأحرى اليوم نحنا صار عنا مثل ما عم بتقول حضرتك أستاذ جورج صار عنا وسيلة إنك تقدر تكون عم توصل لكل إنسان هو بقلب بيته أو هو بشغله حتى قدرين نوصل لكل ولاد رعيانا إذا كانوا ببلاد الانتشار حتى انتلاءاً من مواقع التواصل الاجتماعي نعم إذلك ابتدأت الفكرة هي إننا نكون عم نحط مثل محضرتك عم بتقول على صفحاتنا عبر المواقع التواصل الاجتماعي كنا منحط أوشي بوستات صغيرة صلاة أي من الإنجيل فكرة روحية يقدر الإنسان يبلش فيها نهاره نهاره بكل ميت الله يلي عم بتريفه نعم بمحبة هادي مش خطرين يعني حلوين صحيح وأنا بحس لازم تكون واجب كل شاب مسيحي كل شخص مسيحي هيدولة بيجعوا بيذكروني بنهاري أني أنا ضروري يكون عم بخلي نعمة ربنا حاضرة بكل نهاري مثل ما بقول صباح الخير لشخص بعزه على الفيسبوك حلو كمان حط آية ويقراها غيره ويستفيد منه هيك يستبشر خير بنهاره ويتعلم من كلام الرب يسوى بوصية بس الخطر وين خطر اللي بيفتح لايفات وبيصير يفوت عليه ناس ويشارعوه ويناقشوه هو مش دارس لهوت عنده حماس إيماني بس عم بيخبس فيه ولما يغضب عم بيقول كلام نابي يعني لا يليق بشخص مسيحي صحيح أنه أوقات اليوم نحنا مثل ما بيقول مربولوس لتلميزه لتيموتاوس دايما الإنسان اللي بدي يكون عم بينقل الكلمة مدعو أن يكون عم بتجسد بحياته ويكون هو بعيشة صحيح إذا انتبهت على الصفحة وهذا أكيد أنا ككاهن وكمؤمن هادي دعوتي كل يوم أني اجعل الله هو الحي فيه مش أنا الحي مثل ما قال مربولوس حاطت هالآية لأنه أنا دايما بتذكرني المسيح يحيا فيه بلوما لستو أنا الحي بل المسيح هو الحي فيه وهيدي حقيقة مدعو أنه كل إنسان ده شعارك على صفحتك كل يوم لازم يكون عم بيعيشه هادي مثل دايما صوت الله يلي بتذكره كل يوم الصباح أنه خلي الله هو اللي عم بيشتغل فيه هو اللي عم بيحكي فيه انطلاقا من هون نحن انطلقنا بعبر تويتر صارنا أكتر من سبعة شهور لأنه تعرفنا على تويتر فيه هايدي المسيحات أو ليش تويتر مش الفيسبوك أو لك لأنه تويتر يعني عليه أكتر نسبة قراءة أو مشاهدة ومشاركة للصراحة أنا وقت اللي اكتشفت على تويتر لقيت كمية هالأشخاص يلي هو أصلا هو أخي الطابع سياسي صح والطابع السياسي انت بتعرف للأسف بمجتمعاتنا اليوم يلي مختلف رأيه عن الآخر بيروح إلى منطق الحقد منطق الكرة منطق التخوين منطق يلي هو منطق العالم منطق الشر لقيت هو أكتر مطرح لأنه ما فيه أبدا يمكن حضور لنعمة الله وكلمة الله بهيدا المكان نعم ارتقيت أني ممكن أني كون أنا جرب مثل ما فيه مسيحات كتير عم بتكون فيها سياسة معظمة أو إلى بعض اجتماع أو فلسفة حلو أن نكون كمان نحنا عم ناخد دور أن نكون عم نفتح مسيحات نحنا منفتح بالمبدأ صارنا أكتر من سبعة شهر كل تلاتة نوع من تعليم مسيحي للبالغين مواضيع كتبية عقائدية أو حتى اجتماعية بتخص الإنسان بحياته وبتخاطبه بحياته اليومية لعدم الوقت صراحة أنا بعملها من ثماني ونص مساء عم بتروح أولي ثلاث ساعات بس وإذا منفتح أكتر الناس ما عم بتكون أبدا زعلانة بس لضرورة أحكام يعني عبكرة مدرسة شرح لحضرتك ولا منيقش لا بيكونوا في منيقشات يعني الشرح عم بياخد تقريبا خمسة وارمائة مين النسب الأشخاص اللي بيفوتوا بالمنيقش البالغين الشباب ما بهمون هيدا الموضوع فيه شباب بلا فيه شباب بس الأكترية يعني عم نكون عم نحكي عن عدد بيوصل قوية للميت شخص لشو بتتعرض بهيك لايفات أبونا هل فيه أشخاص مدعيين عندهم نوع من الكبرية أنه يناقضوك بحكيتك مثلا أو حديهينك أكيد هادي موجودة على الفيسبوك وعلى يعني أونلاين أو بريزنسيال بالحياة اليومية بالحضور يعني هادي أوقات بنتلاقى فيها الناس مثل الشبكة مثل بقول الإنجيل بتطلع كل الأنواع من هيكي اليوم الدعوة أكتر بتقطضي بتقطضي أنك تكون لتقدر تنشر كلمة الله هي بتنشرها بالمثل بالمثل أكتر من الكلام تعطي أمتي لحضرتك يعني بالمثل يعني بمثلك بسلوكك أكيد بس إن اللي ع السوشال ميديا مش شايفينك بس عم بيسمعوا حكياتك ما هو بيهول موقف هو الأعب يعني مش شايفينك قصدي مش عارفين أسلوب حياتك كيف صحيح بس وقت بتكون عم بتعيش مع جماعة صاروا تقريبا حوالي سبعين شخص متابعينك من سبعة شهر صاروا يعرفوك صاروا بيشوفوا المواقف يعني مثلا على سبيل المثال مثل ما حضرتك عم بتقول في كتار بيفوتوا جديد أو قدمين بيتعرضوا لنا بالشخصة بيتعرضوا لموقف أنه بيلاقي هنا بالاستخفاف من رأي الكنيسة بعدة محلات بيشوفوا كيف ردت فعلك بينتروا ردت فعلك صحيح كمان لا يدينوك عليها يعني بس اليوم حلو أنه يكون الإنسان هو متمرس على المثال الأعلى يلي هو يسوع المسيح وهيدي الكلمة الآية اللي حطيناها كيف تتبط غضبك يعني أنت بالنهاية إنسان بشر لما تتعرض لهاني بكرامتك بالشخصة كيف تتبط غضبك هذي بدأ تدريب هذي بدأ أن تكون نعمة الله عم تشتغل بحياتك وإنت صارت مثل ما بيقول الرب أنه النعمة وقت اللي بتنزرع بي على الأرض إذا أنت نميتها تعطي سمار نعم ومن سمار أوقات لغة التخاطب وإحترام الآخر والإحترام ينطلق من إحترامك لذيتك لذيتك لدعوتك صحيح فإذا أنت بتحترم ذيتك في عندك مستوى معين أنت فرضت حيلك بحرية نعم أنك تكون على مستوى الرب يسوع فاليوم بالبايجروند بدك تبلج أنك أنت مسبقا عارف أنه رح يكون فيه اضطهاد نعم عارف أنه فيه ناس رح تكون عم ترفضك عارف أنه فيه ناس عم بتكون عم تطهضك بمعنى التضييق على الرسالة اللي أنت عم تعملها بده يكون فيه مسبقا عندك هيد الفكرة وانت محضر حيلك بنعمة الرب أنك تكون مسلم هيد الشي تكفيك نعمتي مثل ما بقوله لمربولوس أنك تكون انت متسلح بنعمة الرب نعم هل بتتمح على المنصة أنه يتعرف غير مسيحيين على المسيح كإله أو تنتر يسألوك هن نحن ككنيسة اليوم علي أن نتقول الحقيقة وتعلنها هلأ اللي بيحب أنه يسمع رأي الكنيسة أكيد هو مرحب فيه بالمساحة نحن علينا نقول الحقيقة اللي نحن من أمن فيها وحلو أنه نسمع كمان أراء الآخرين لا نحن منفرد رأينا على حدا ومنتمنى أنه ما حدا يكون عم يفرد رأيه علينا ولكن دائما الحقيقة مثل ما بيقول مجمع الفاتيكان الثاني في دائما ظلال من الحقيقة بعدة حضارات وبعدة يمكن ديانات نحن منريد أن نكون عم نسمع رأيهم أكيد ولكن نتمنى كمان الآخرين بهالانفتاح اللي نحن نتحلى فيه ككنيسة أنه يكونوا الآخرين كمان هني عم يتحلوا بهالانفتاح وقبول الآخر يلي الكنيسة كمان بتعلمناه عبر الأجيال نعم هون أبونا هيك بحب أسألك إذا على المنصة عندك فولوورز من الطبقة السياسية؟ في عنا فولوورز من الطبقة السياسية وكتار بيحكوك على جنب لأنه أكيد ما رح يشاركوا باللايفات لا بيفوتوا أوقات بس ما بيشاركوا بيسمعوا بيكونوا لسينار يعني نعم بيفوتوا أوقات بوقت ما انه كتير طويل أوقات بيعلقوا بلايك على معظم الأوقات بيكونوا عم بيعلقوا بلايك على البوستات المنحطة أكتر ما بيكون يمكن معهم وقت أنه يكونوا أونلاين معنا بمسيحات بتشجع شباب هني يفتحوا مواضيع للمناقشة المسيحية عبر الوسائل التواصل يعني ما إذن علاقة بالسلك الكهنوتي نحن كمسيحيين الدعوة الأساسية هي أن نعيش الكلمة نعم ولكن إذا بنرجع لإنجيل مطة بآخر آخر آخر دعوة الرب شو بيقلنا اذهبوا وتلمزوا لذلك الإنسان المسيحي علي أن يتتلمز بالأول لازم يتلمز قبل ما يروح يتلمز غيره فقط الشيء لا يعطيه لذلك اليوم كل الناس يمكن عنده رغبة أن تكون عم تنشر كلمة الله وتعيشها هي الأهم لأنه نحن مش بس خرافي تسمعوا صوتي الأهم أنه شو تعمل تعرفوني أنا أعرفها وهي تتبعوني هذا الأساس نحن مش بس المعرفة أو نسمع صوت الرب كثير من المسيحيين بيسمعوا صوت الله بس بتتبع عقلة هي وقت اللي منفقد المرجع بحياتنا ويبطل فيه رفيرانس لإليه يلي هو صوت الله بصير أنا مرجع لحيلي بقى مثل مواعد هذا محوّة يعني الحماس الإيماني على وقت بيكون خطر للتبشير لازم يكون مدعوم بالسقاف الليهوتية خاصة إذا بدي أنا أسمح لنفسي أني يكون عم بنقول كلمة الله نعم بدأ نقلها بأمانة وكيف لازم يكون هالي عم بيحكي بكلمة الله ممثل لسورة الله كيف بده يكون تصرفه مع الآخرين على السوشيال ميديا بده يروح يشوف المثل اللي هو بده ينقله للناس يقوله يسوع المسيح ويعكوس ليبق نوركم هكذا للناس نعم يروا أعمالكم مش بس أقوالكم يروا أعمالكم الصالحة فالأعمال هي برهان تاني على ما تقول نعم شاك قاله أن يسوع للفرسيين إذا ما بتآمنوا باللي أنا قلته على القليل صدقه صدقه اللي أنا على اللي عملته أعمالي لذلك تجسيد الشخصية يلي هو بيريد أنه يكون رسول ومبشر على المسيح بده يبشر بالقول وبالمثل لأنه اليوم المثل بيأثر أكتر نعم بيمثل أكتر بيأثر أكتر بالآخرين وبنعطي على سبيل المثال الميرتراز بيكالكوتا نعم يلي هي بمثالها ولا مرة حكيت عن المسيح بالعكس ولا مرة ما قليل جدا حكيت عن المسيح بس عيشت المسيح بكل المواقف وبكل حياته جسلت المسيح بالأعمال المسيحية صحيح أعمال المحبة والخدمة اللي وصف فيها الرب يسوع هيك بآخر سؤال إذا أردت نعم ترك لك الحرية من هيك نحنا أكيد برعيت برعيتان اللي بيخدم فيهم أنا لقيت أنه طريقة حلوة حتى بمنا بقى رجعنا على البعض التقليدي للسهرات الإنجلية نعم قبل كنا نعمل أكيد مع لأنه هذه لتنفي تلك الزيارات للبيوت كتير مهمة ولكن اليوم بأمي أول شي فيها بركتك صلواتك وفيها رشمة بركت الله بركت الله بخدار حلوة يعني بس أنه إذا الواحد هلأ مش متوفر له هيد الخدمة هيدا اللي بدي أقوله الأفضل أنه هيك أكبر عدد ممكن هيدا اللي بدي أقوله أنه اليوم نحنا طرحنا فكرة جديدة مع الصهرات الإنجلية بالبيوت أنا طرحت بقلب الرعية وعلى جروب الواتساب عندي بالرعية نعم أنه اليوم في طريقة تانية لصهرات الإنجلية أنتوا قاعد ببيتك يمكن تكون قاعد بغرفتك أو قاعد أنت والعيلة نعم وفي شطة ومش قادر تروح لا قادر توصل بسيارة أو شي على صهرات الإنجلية موجودة بالبيت صار في أوبسيون تانية أنك تكون أنتوا قاعد ببيتك عم بتتابع عم تقدر تكون أنتوا بقلب البيت تفتح عبر تويتر بتفوت تحضر صهرات الإنجلية أو موضوع روحي في شارك توقعت بالبيت وفي شارك في شارك في سأل سؤال نعم صحيح ويكون عم يتابع ويشارك سواء وأهمية هيدول المواضيع عم بتكون يعني مثلا تجرب حطها بعدين صحيح إذا أنا هيدا الوقت كنت مباشر عم المساحة أنا ما كنت قادر يكون بقلب البيت ممكن إجاني حدا زوار بقدر إسمعها بوقت أبونا هون بدنا بين أهلالين هيك نذكر المشاهدين إنه هيدا لا يمنع إنه هيدا بيكون شيء إضافة مش تترك الكنيسة لأنك أنت عضو فعال بجسد الرب يسوع المسيح بالكنيسة يعني ما يوقع يصير يهمل الأداس وما يشارك فيه أو الصلوات اللي بتصير بالمناسبات ويتكل بس إنه أنا بسمع الأداس عبر السوشال ميديا وبيضل قاعد بالبيت خصوصا إذا صحيا ما بيشي إحنا بدنا نميز بين اللي عم نعمله اللي هو تعليم مسيحي وبين الأسرار على مواقع التواصل الاجتماعي ما في أبدا عايش الأسرار أو إنه نكون عم منجسد السر يعني بس في كتير ناس بيقال له خصيبة والمدام عم بينقلوه على الفيسبوك خليني اسمعوا هون للأداس ما روح على الكنيسة الأداس ما بينسمع هو مشارك لأنه في بقلب الأداس خلاصة الأداس المسيح هنا والآن يتجسد بالزبيحة يعني من هيك إذا كنت أنا هنا والآن يمكن يكون على التليفزيون في أداس صار له من سنة عم بينقلوه هيدا ليش الكنيسة بتنقل لكين أو تلالوميار اليوم من حيية ونشكر إنه هال إزاعة والتليفزيون اللي عم بينقل كلمة الله على طول صحي ليش بتحط على التليفزيون لكن ما زال ما بينعيش إلا بحضوريا هيدا من عمل على التليفزيون والإداس للأشخاص المريضة مريضة ما بتقدر تمشي لتروحوا على الإداس وزيادة إنه الكاهن بقلب الرعية عم بوصله لأربان وقت كورونا كان وسيلة رائعة صحيح لنقل الأشخاص المريضة يقدروا يشاركو ولا تثبتون ولا تثبتوا فيه فيه مساحة على عبر تويتر ساعة 8 ونص عبر صفحتي اللي هي بونا بشارة السخن مكتوبة بالعربية أو بالأجنب بالعربية أكيد الكلمة الكلمة هي بالفرنسية مكتوبة الاسم ولكن المساحات أكيدة والتعليمات أبونا بشارة السخن بونا بونا بشارة السخن كل تلاتة وأحد الساعة مينوص مساء مينوص مساء فيه موضوع روحي روحي والأحد على طول بيكون فيه إنجيل الأحد عم نتأمل فيه كتبيا وروحيا شكرا لعلك وغالي كتر من أمتالك إن شاء الله بيكون كل رعية بيكون فيه كهن هيك كمان عم بيتابع الناس اللي ببيتها مش بس اللي عم بيتابع بلاي كنيسة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر